السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله واهلا بكم معنا النهاردة في فيديو جديد والنهاردة معنا اداءة مهمة جدا وهي اداءة ميريكل باور طول الاداء اللي عند دلوقتي اداءة مجانية النهاردة هنشرح التحديث الجديد او احدث اصدار من اداءة ميريكل باور طول فيلا بينا على طول نبدأ الشرح ويا ريت قبل ما نبدأ الشرح نشترك في القناة ونفعل زر الجرس ونشترك في القناة التانية هتلاقي الرابط بتاعها موجود في الوصف يلا بينا على طول نبدأ الشرح اهلا بكم معنا النهاردة مرة تانية والنهاردة هنتكلم عن اداءة ميريكل باور طول اداءة جميلة جدا جدا دعم طبعا لمعالجات كوالكم ودعم عمليات كتير جدا خاصة باجهزة شاومي ومعالجات كوالكم وحنشوف كل ده بالتفصيل في الشرح بتاعنا النهاردة طبعا اول حاجة هنعملها هنبدأ نحمل اداءة من الرابط اللي موجود تحت الفيديو وبعد ما نقوم بعملية التحميل هنقوم بفك الضغط عن الاداءة بشكل طبيعي بدون اي مشاكل زي ما حضرتكو شايفين كده هيبدأ يخرجلي الفولدر ده اول حاجة هنعملها هبدأ ادخل على الاداءة بشكل طبيعي جدا وابدأ اثبت من ملف الستقب الخاص بالاداءة هضغط yes وهنا هبدأ اختار اللغة اللي انا عايزة اثبت بيها ومسلا اللغة العربية واضغط التالي وبعدين نوافع على الشروط واضغط التالي 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 وابدأ هنا استنى الاداءة لما تقوم بعملية التثبيت على الكمبيوتر بتاعي ونبدأ نستعرض الاداءة مع بعض زي ما حضرتكو شايفين كده انتهى من عملية التثبيت وحيبدأ يخرجلي الايكونة الخاصة بالبرنامج طبعا برنامج ميريكل باور طول فيرجان واحد بوينت ثلاثة احدث اصدار من الاداء الاداءة دي جميلة جدا يريد نهتم بيها لان الاداءة دي هتفيدنا في عمليات كتير جدا طيب اول حاجة هنعملها هنبدأ نفتح الاداءة كمسؤول مع بعض علشان نتعرف على الواجهة الخاصة بالاداء زي ما حضرتكو شايفين دي الواجهة الرئيسية للاداءة الاداءة لعند دلوقتي اداءة مجانية يعني ممكن في اي لاحظة تتلاقي الاداءة مدفوعة لكن لعند دلوقتي الاداءة مجانية ودعم طبعا اجهزة كوالكم زي ما حضرتكو شايفين ودعم اجهزة الامتكيه وطبعا معالجات سامسونج برضو دعمها في الاداءة طيب تعالوا بقى نشوف كل حاجة بالتفصيل اول حاجة بتفتح على معالجات كوالكم هتلاقي طبعا هنا معالج سناب دراجون اخده بشكل اوتوماتيك لان معالجات كوالكم هي هي معالجات سناب دراجون علشان الناس تكون فهمة معنا طيب ايه العمليات اللي حلائية هنا هلاقي هنا عندي قايمة فلاش وقايمة سيرفر وقايمة سيكيوريتي طبعا كل القوائم دي كل واحدة فيها عمليات خاصة بيها فزي ما حضرتكو شايفين اول حاجة معانا هي قايمة فلاش وقايمة فلاش تقدر تعمل لجميع اجهزة كوالكم ولازم نركز في الجزية دي جدا لان القايمة دي تقدر تفلش جميع اجهزة كوالكم او تقدر تعمل لجميع اجهزة كوالكم بطريقة سهلة جدا الفكرة كلها في تفليش اجهزة كوالكم ملف البروج اللي هو الدي ايه بالنسبة لمعالجات الام تي كي تمام اللي هو ملف البوت الخاص بالجهاز لو معاك الملف تقدر تعمل سوفت وير وتقدر تعمل ازالة للف ار بي وتقدر تعمل جميع العمليات بطريقة سهلة وبدون اي مشاكل طيب ايه اللي معانا في قايمة فلاش تاني تقدر تعمل روموف للف ار بي او اف للف ار بي لو انت معلم عليه كده بالشكل ده كده هيفلش وحيشلك الاف ار بي في نفس العملية يعني نفس العملية هتقدر تشيل الاف ار بي وتعمل تفليش للجهاز هنروح للقايمة اللي معانا بعد كده وهي قايمة سيرفز وقايمة سيرفز دي هنلاقي فيها اول حاجة فورمات يوزر داتا عمل ضبط مصنع للجهاز وبعد كده هنلاقي سيف فورمات اللي هو فورمات امن وطبعا ازالة الاف ار بي وبرضو معانا دي سيبل مي كلاود ده بالنسبة ليه معالجات كوالكم طيب ايه الاجهزة المدعومة للعمليات دي علشان نكون فاهمين والكلام ما يكونش عام اول حاجة هنروح للقايمة دي كده دي الاجهزة المدعومة في العمليات اللي زارة قدام حضراتكو دلوقتي فحنلاقي اجهزة كتير جدا موجودة في القايمة واجهزة حديثة جدا طيب الاجهزة دي هي اللي داعم عليها العمليات اللي قدام حضراتكو لكن طبعا قايمة تفليش دعم معظم اجهزة كوالكم بعد كده هنروح لقايمة سيكوريتي وقايمة سيكوريتي دي هنلاقي فيها حاجات خاصة بالشبكة وكتابة السيريال وكراءة المعلومات وكتابة السيريال زي ما احنا قلنا فكل العمليات اللي هنا هتكون خاصة بالشبكة فكل العمليات اللي هتكون موجودة هنا خاصة بالشبكة وكتابة السيريال جزء خاص باصلاح الشبكة لاجهزة كوالكم تمام؟ هنروح بعد كده للقايمة التانية الرئيسية وهي ميديا تيك طبعا هنلاقي كل العمليات اللي تكلمنا عليها قبل كده زي قراءة المعلومات طبعا دي قايمة الميتا هنلاقي عندنا اول حاجة ريد انفو قراءة المعلومات عمل فورمات عمل ضبط مصنع والحفاظ على البيانات يعني ما تدر تحزف يعني تقدر تعمل ضبط مصنع بدون حزف البيانات بطريقة سهلة جدا بعد كده معانا ازالة للف ار بي غلق او قفل البوت لودر وفتح البوت لودر هتقدر تعمل عمليات كتير جدا زي ازالة حساب اوبو اي دي او حساب هواوي اي دي طبعا ده خاص بمعالجات ام تي كي او ميديا تيك طبعا كل العمليات مدعومة في الاداة بالنسبة لمعالجات كوالكم وهنلاقي الجزء اللي هو خاص بالشبكة في مكان لوحده انك تقدر تاخد مثلا باق اب من الملفات الخاصة بالشبكة زي ملفات الان في رام وهتلاقي كل الحاجات اللي خاصة بالشبكة موجودة في المكان ده تعالوا وبعد نروح للقائمة التالتة معنا النهاردة والقائمة دي خاصة بمعالجات كوالكم وهي الدخول لوضع الدياج علشان تقدر تكتب السيريال ده بالنسبة للاجهزة الحديثة والدخول لوضع الدياج للاجهزة القديمة وتقدر تعمل قراءة للمعلومات وعمل ضبط مصنع للجهاز طبعا كل العمليات دي عن طريق وضع ال اي دي ال فيبقى هتقدر تفعل وضع الدياج ووضع الدياج ده بتنحتاجه لما نكون عايزين نكتب سيريال لمعالجات كوالكم بعد كده القائمة الاخيرة معنا وهي قائمة اجهزة سامسونج وقائمة اجهزة سامسونج هنلاقي ري ستة اف ار بي او ازالة حساب جوجل من الموديلات اللي موجودة معنا في القائمة بضغطة واحدة وبطريقة سهلة جدا طبعا قائمة كبيرة جدا هنلاقي موديلات قديمة مش حديثة لكن الاداة محترمة جدا بالنسبة بطريقة احترافية وادوات مهمة جدا يعني اداة بالنسبة لكوالكم عشرة على عشرة تقدر تعتمد عليها في عمليات كتير جدا جدا وبكده النهاردة يكون ادادنا نشرح لكم الاداة بشكل سهل وبسيط ويا رب يكون الشرح اعجابكم ويا ريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة